أدم، أصحى يا أدم ماذا عم بيه؟ ودخلك لوحدة مرديتش أخلي حد من اللي برا يدخله معي ما تفكرش ومدخلنيش أعمل حاجة أندم عليها اسمع أدم يا دي انت في أدلة كتير بتبرقك اسمع كلامي سلم نفسك علشان يحققوا معاك وتخلص من الورطة الحباب اللي انت فيها دي الزهر يا باشا انك مدمت انك سبتني أمشي المرة اللي فاتت الزبط اللي جواك غلب إنسانيتك بالعكس انت مش فاهم أي حاجة يا أدم ما تنشفش دماغك ما تبقاش عنيد امشي شوية مع الطيار يا باشا اللي بيمشي مع الطيار السمك الميت إنما أنا قلبي حيل ولسه بيدق عارف عارف يا أدم وأنا كمان على البحي وما يرضلكش انك انت تتظلم أبدا يا أدم ثقفية ثقفية وزي ما قلتلك المرة اللي فاتت الكلام اللي انت هتقوله هو اللي أنا هقوله هو اللي هتاخد بي المحكمة ثقفية يا أدم ثقفية 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 جاء ذلك بعدما وصلت معلومات من الجهات الأمنية المختصة بأن الإرهابي كان يختبئ بمدينة الأرس ثقفية 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 بالتعرف على باقي أفراد الخلية وينتظر أن يتم القبض عليهم في أسرع وقت ممكن وسوف نوفيكم بالمزيد من المشتجدات في نشراتنا اللاحيطة يا لهوي! أبضوا عليك يا دنايا! أبضوا عليك يا أخوة! قلبي عندك يا صبر يا أختي شوفت اللي حصل يا خالو شوفت يا بطل الناس بره ما بتتكلمش على في حكاية آدم عبد الحي الإرهاب اللي مشكوه ابني بريء ابني أمر ما كان إرهابي أبدا آدم مظلوم أنا متأكداً ومظلوم أنا حدور عليه لغاية ملاييه وأجيب له أكبر محمي في البلد بجد يا عامل طبعاً يا صبرة آدم دبني ربنا معك يا آدم هو قفلك ولاد الحلال يا رب يا رب آدم أمين عبد الحي طالب في السنة الرابعة بكلية الأداب قسم اجتماع جامعة قاهرة بتعمل قصائق لتوسيل الطلبات للمنازل السن 28 سنة ومقيم في بولاء أبو العلم آدم أنت متهم بقاتل شخص أمريكاني على الأرض مصرية وسرقته والانتساب لجماعة إرهابية دولية إيه رأيك في الكلام ده يا ده؟ باشا الكلام لحضرات قولته ده ما فيهوش حاجة صح غير بياناتي وما أنا أتلت فعلي يعني أنت أدم بتعترف بقاتل الأمريكاني؟ هيا باشا أنا أتلت بس هو اللي كان عايز يتني لهو وأنا كنت بدافع عن نفسي إن هو كان عايز يتلك وانت كنت بدافع عن نفسها ده على الأساس يا روحهمك إن إحنا لقينا جسيته مرمية في الحمام بتاع بيتكو كان بكبانين؟ لا يا باشا على الأساس إنكم لقيته جسيته جانبت لاب السلاح بتاعه في فلته؟ إيه لو أدك هناك؟ كنت بأوصل طلب طلب إيه؟ بيتزا كلام ده كان حولي الساعة كام؟ تمانية ونصة كنت فين قبلها؟ المحل قدم أنت بتعود تلبسها؟ لا يا باشا أمار عرفت إنها تمانية ونص من إيه؟ من المعاد المكتوب في الأوردر بقى لك قديبت الشغل في المطن أسبوع يا باشا وقبل كده كنت بتشتغل فين؟ في المحلس وطول بك بك وسبته ليه؟ عشان صاحب المحلش تاني ريتشارد هو اللي فتح لك لموادية الأوردر؟ لا يا باشا ما اللي عرفت منين الأمريكان اسمه ريتشارد؟ من الجرائد والتلفزيين ما المين اللي فتح لك؟ ؟ سمعت شرج مين اللي فتحك؟ الباب كان مفتوح كان فيه حد معا جوا؟ كان فيه حد معا جوا؟ لا يا باش كان له واحدة تاك يا تسي علينا ولا ايه؟ فاكرنا عياة صغيرة؟ ده انت كلب ملكش ديه تربية مرتاشة ايه بن ستين كلب؟ ما البركة يا باشا في اللي خلونا كلاب ملهاش ديه مرتاشين واللي خلوه بن كلب زي ساعدتك يعمل فينا كده بيقات امك يا ادم يا عبدالحي دعا لأك وأخليك عبر كل من الفكر اللي عفوش يا زمان ادم انت كنت بتاعترف انك انت اعتاد هلامي من فضلك اطلع برا انا مكاني مش هنا مش هنا يعني دخلت كلية الشرطة عشان ادفع عن هو الناس مش عشان ادرحوه يا رب ندخل بسال خير عشان بيه تعالى بشماندس ها وصلت الحاجة؟ الريكوفر تم بنجاح والفيديو اوه بس الحمدلله بس الحمدلله بس الحمدلله بس الحمدلله احنا حصلنا على الجزء ده مرافو عليك بش ما اتصاب سيف باشر انا طلعت الصح يا باشر وإحساسي اللي ساعتك عادت تتاري عليه طول الوقت هو الانتصر في النهاية ايه التخريف اللي على الصبح ده ده مش تخريف ساعتك دي الحقيقة اللي ساعتك مش عاوز تصدقها بس يمكن لما تشوف الفيديو ده تتأكد وتسلم ان انا اللي طلعت الصح ماذا؟ هذا الفيديو الجريم الذي نتدور عليه لقيته الغرض لا دي نسخة من الفيديوهات اللي كانت على الغرض نسخة الفيديو ايه بس جريمة واضحة قدام ساعتك انها جريمة دفاع عن النفس مش جريمة إرهاب ولا ايش دماني بقى ان الفيلم ده مش ملوف فيه ملوف فيه ازاي ده فيديو فيديو يعني صورة حية هيتلاقي فيه ازاي يا شام فيه ناس قادرة مني ومنك في الحاجات دي وما تنساش ان أدم عبدالحي منتمي لمنظمات الرحبية يعني بالنسبة له بقى الموضوع ده في منتهى الدفاع يعني يلعبوا في الفيلم ويعملوا على مزاجهم عشان يفشكلونا القضية ويطلعوا الواد براقة هم اللي مؤترفين انه هم اللي عاملينها ده بيفتخروا بدا وبيعتبرو شهيد دول ما صدقوا انا بقى مش بصدق ومش هصدق اللي لما يجيلي الهارد المفقود فمحتر المباحث غير كده مش هعترف اي حاجة يا باشا الجريمة كلها متصورة قدام ساعتك عدا موجود الفيديو اكبر دليل على ان الفيديو ده مصور وانت على هنا البيت اللي اسمها ننسي اللي انت اقنعتني وخلتنا روحها مش جات هنا واستجوبناها وكدبت عليك وعليا البيت دي ازاي ما ساعتك عارف مسيحية تقدر تقولي ازاي واحدة زي دي ممكن تتعاون مع ارهابي اسلامي متطرف كلهم ارهابيين يا حبيبي الارهاب ملوش لوطن ولا دين ايه يا شابيه انت مش من هنا على ايه لو التدليس والظلم واهضار حقوق الناس بقى هما اللي بيحكموا هنا يبقى انا يا باشا ما يشرفنيش ان يكون هنا يا شام تزدري تكلمني بطريقة دي او ما اللي عاوزنا يكلمك ازاي وانا شايفك ظالم وبتزلم بريء وقامك دليل برقته مش عاوز تعتالك به باشا انا ممكن اسألك سؤال هو ساعدتك بالليل بيجي لك نوم يعني بتنم ارتاح البال وبالنهار كمان يا حبيبي هو باشا خر الفيديو ده لا نا ولا انت اللي هنفصل فيه ده لازم تعرض على خبير هو اللي هيحكم ما بيننا فبعدين بقى خلينا في المهم البيت اللي اسمها نانسي دي يطلع لها قرار اعتقال وتعتقلها دلوقتي حالا